سنة 1999 تغيرت حياتك حرفياً من دخلتي للوسط الفني وبدأتي بالمسرح الشعبي بعد ما اكتشفت عمران التميمي صحيح؟ كان عندك أنت النية لو صار الموضوع بالصدفة؟ لا أكيد دخلت مع هذا الفنون جميلة حتى أدخل الوسط الفني هذا كان قرار ما أخذت قبل ما أنه تمثلين؟ أنه أمثل كل طريقة من الطرق في يوم الأيام سمعت أن أستاذ عمران التميمي تحياتي إلى كان يدور عن ممثلة وجه جديد فقلت لهم إيه؟ أنا خليني أشوفه فقالوا لي أنت تروحين؟ قلت لهم إيه أنا خلا روح أشوفه فرحت عليها وسلمت عليها أكيد كان اسم في وقتها ولحد الآن هو اسم مميز جداً فرحت للمسرح لنجاح الذكر وسلمت عليه وقلت له أستاذ أنا ممثلة جدي طالبت مع أحد مسرح أتمنى أن تشوفني وتسمعت أن حضرتك تبحث عن ممثلات فقل لي يلا ياريت أوكي ماكو مشكلة فسوالي تيست على خشبة المسرح وشاف أنه أكو ملامح لممثلة ممكن يصطع منها شيء فالحمد لله كانت البوابة من خلال أستاذ عمران وبوابة قوية يعني الحمد لله كنت محظوظة يعني أخذت فرص جيدة جداً طبعاً لقيت معارضة من الأهل من الخواضة أنت عايشة وياهم لا لا الحمد لله يعني كل يعني أنا محظوظة أعتبر بهذا الموضوع بس غريب أنه ما نسمع عائلة تعارض يمكن لأنه عندهم الوعي الكافي أنه رح تكون الخطوات صحيحة رح تكون متابعة يعني أنا بداياتي كانت والدي أو أخوي يكون وياي بأي مكان أروح بالتصوير فيمكن يعني هذه الثقة وهذا الوعي اللي يعيدهم خلاهم ما يهجون أو ما يعترضون العائل